أحدهم يقول أنه لا يشرع في يوم عاشراء من العبادة غير الصيام وأن كل ما عدا ذلك أو التخصيص ما عدا ذلك من العبادات يكون من البدعة وهذا من الخطأ البين ومن الضعف في الفهم والقصور في العلم لأن الشرع الإسلامي بيّن فضل هذا اليوم والأوقات الفاضلة يشرع ويستحب فيها شكر الله سبحانه وتعالى وكثرة عبادته لأن الله سبحانه وتعالى قال وذكرهم بأيام الله فهذا اليوم من أيام الله سبحانه وتعالى الفاضلة فعندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد اليهود يصومون هذا اليوم وقالوا أن هذا اليوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى ومن معه من المؤمنين فقال النبي نحن أولى بموسى منهم وصام هذا اليوم هذا لم يكن إلا تعبيرا عن شكر الله سبحانه وتعالى بتنجيته لموسى ومن معه وهذا الشكر يتحقق بعبادة الله عز وجل باختلاف أنواعها فإذا صمت كنت معبرا عن شكر الله سبحانه وتعالى بفضله على المؤمنين في هذا اليوم وإذا قرأت القرآن أو أطعمت المساكين أو تصدقت بأنواع الصدقات أو ذكرت الله أو نحو ذلك من أنواع العبادات على اختلافها كنت أيضا شاكرا لله سبحانه وتعالى مسارعا في تحصيل الثواب والأجر في هذا اليوم الفاضل العظيم فكل يوم من أيام الله الفاضلة وكل وقت ثبت من خلال الشرع فضل هذا اليوم ومزية هذا اليوم فإنه يشرع أن تسارع إلى العبادات الشرعية في هذا اليوم على اختلاف أنواعها ولا يتعين نوع واحد من العبادات ويقال أن هذا هو المشروع وأن ما عاداه لا يشرع هذا من الخطأ البين نعم النبي صلى الله عليه وسلم عبر لله سبحانه وتعالى عن الشكر في هذا اليوم بالصيام أن تعبر بالصيام كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم وعبر أيضا بعبادات أخرى لا حرج فإن هذا باب مفتوح يعني يستحب للمرأة أن يسارع قدر استطاعته في تحصيل أنواع الثواب في هذا اليوم بكل ما يستطيع من العبادات كقراءة القرآن والأذكار والاستغفال والصدقات وإطعام المساكين وصلة الأرحام ونحو ذلك من العبادات وكل هذا من المشروع المستحب شرعا لا يقال في مثل هذا أنه من البدعة بل الذي يقول هذا هو المخطئ في حق الله سبحانه وتعالى وحق أحكام الشريعة الإسلامية والله أعلم